Welcome to S-Word منصة العمل الاجتماعي اليوم رح نكون عم نقدم لكم ميني سيريز عن العمل الاجتماعي حوار بين مختلف الأشيال من العمال الاجتماعيين عن قضايا بتهم العمل الاجتماعي تابعونا ما تنسوا Like, Subscribe على اليوتيوب channel وعلى كل الـ Social Media نبع S-Word, S-Word, LB نبع S-Word, LB أنا أستاذة جامعية مسؤولة عن التدريب في الجامعة الإبنانية كليد الصحة اسم العمل الصحي الاجتماعي وحاليا من 4 سنين بستلم إدارة جامعية اسمها برعة الحي إلانا رزق الله حاملة إجازتان إجازة بالعلوم الاجتماعي وبالعمل الصحي الاجتماعي بالجامعة اللبنانية حاليا بيشتغل كاختصاصية بالعمل الاجتماعي وبالحشد المجتمعي قدامكم في مجموعة وراء على الطولة هيدول الوراء فيهم أسئلة مفتوحة مطلوب منكم اليوم إنه كل واحد بيسحب سؤال بيسأله للشخص الآخر وبتعيبوا عليه شو الفرق بين الإحسان والعمل الاجتماعي؟ هل يمكن للإحسان والاحتراف المهني أنه يلتقوا؟ بدي ساميه الأحسان أو بدي ساميه شي تاني يمكن ساميه بلك المحبة أو الشغف اللي اللي عم تعطيه ما بيقدر يكون في عمل إنساني اجتماعي ما يكون فيه محبة وفيه شغف بس الإحسان لحاله أكيد ما بيكفي العمل الاجتماعي هو عمل نحن ما نتدرب له وما نتخصص له ما يخد فيه أدبيات سلوكيات مقاربات فالإحسان هي صفة قصيمة تقدر تكون عند الاختصاص بالعمل الاجتماعي بمارسة بحياته العملية والمهنية بس ما بيقدر يكون محسن ويعني هو عم يعمل بس عمل اجتماعي أنا بوافق عي اللي عم بتقوليه وبعتبر إنه الإحسان هو ما فينا نكون عم نحد إذا بديك العمل الاجتماعي بكلمة إحسان لأنه حتى بتاريخ العمل الاجتماعي وكيف كان يمارس العمل الاجتماعي من زمان لهلأ منلاحظ إنه من قبل كنا كتير نربط العمل الاجتماعي بحد ذاته بالإحسان بس اليوم ما بق فينا إنه إذا بدنا نقول إن نحجم العمل الاجتماعي على إنه هو بس عمل خير أو هو إحسان عم ينعمل من قبل شخص لشخص آخر هو عمل كتير كبير وأساليب التدخل يلي اليوم صارت هي عم تنعمل بطلت هي مجرد عمل خير ممكن يكون عم ينعمل من أي حضن مش ضب الضرورة يعني يكون هو عمل اجتماعي كمينة بوافق شو التحدي أو القصة يلي علامتك الأكتر بمسيرتك المهنية مسيرة المهنية بعد كتير متواضعة يعني ما قلي أكتر من ثلاث أو أربع سنين أنا على الميدان بالعمل الاجتماعي بس يمكن يعني كل الخبرات يلي أنا قطعت فيها إن كان بخلال التدريبات يلي أنا قطعت فيها بالجامعة أو حتى كمان التدخلات المهنية خصوصا بانفجار مرفق بيروت بعتبر أنه هني كتير علمونا يعني كانوا نقطة تحولية بإذا بديك كيف أنا اليوم بشوف العمل الاجتماعي بحد ذاته كيف اليوم أساليب التدخل حسيت أنه كتير كبرت من بعد ما عن جد اشتغلت على الأرض لفترة أكتر من ستة شهر يعني الليل كان موصول بالنهار بالتدخل من بعد الانفجار بأزمة ما كانت بس أزمة من وراء الحدث بحد ذاته يلي صار بس كانت أزمة عم يقطع فيها لبنان على كافة المستويات فالناس هني ما كانوا بس متضررين من الانفجار كانوا عم يعيشوا كتير قصص بذات الوقت كان فيه كمان يمكن إذا بديك قصص تنعمل يعني كتير مش بس بمنطقة يلي تضرروا فيها إذا بدنا نقول الضحايا بشكل مباشر بس يعني كان فيه كتير شغل ينعمل فما كنت عم بفهم سرعة التدخل يلي كان لازم اتدخل فيها وبعتبر انه عن جد كتير علمتني لانه حسات انه يمكن تعلمت اكتر من الاربع ستين كلهم يلي كنت فيهم بالجامع اكيد اكيد يعني انا لقى مسيرة المهنية يمكن اطول بكتير من مسيرتك يعني مش معناتها بالكمية يمكن هي اللي بتأثر بس يمكن بقدر قول انه قبل ما اكون حتى وقبل ما اقرر اختصاص العمل الاجتماعي حتى قلت كنت انا مواطنة عادية كنت عيش احداث وازمات بالحروب كنت ما كنت في حياتي بتخيل انه يومني اليوم انا اللي حسير كمان يعني على الميدان ما عم تتكرر الاشياء اللي عشناها تصور اختيار الاختصاص لعمل الاجتماعي هو أكبر تحدي بلدان لانه انت بتعيش ببلد كله تحديت كل يوم تحدي كل ما تطلع الشمس انت عم تتحدي بتتحدي الاشياء الموجودة بتتحدي الاشياء المادنة موجودة بديك تشتغل بامران من الاشياء مادنة القوارث والازمات يلي عنجت بتاريخ اللبنانية بتصور تراكمية ومزمنة ودائمة بتجعل من كل يوم انا اشتغلت فيه بالعمل الاجتماعي كانت تحدي الاجتماعي اكيد الانفجار بيروتي يمكن اعاد ذكريات كثيرة عيشناها كده عيشتها كاكاس يمكن كصابية رجع تحس انه بعد انا 30 سنة بترجع عيش كشخص على الارض يعني بترجع لي كل الصور بتلاقي انه كله تحدي وبعدنا ماشي يعني بيخلص الحدث الكبير بالبلد بس بتضلك عيش تراتوبيات ووديك تكون بذلك الوقت مواطن عم بتتفاعل مع الازمة تمان عم تدخلي لتبلسمي للداوي يمكن تعالجي لتدفشي لترجعي تاعتي امل للاشخاص يعني هيدا تحدي دائم تكوني نفس الوقت عيش في بلد ازمات وانت مسؤولة الى حد ما تغيير حباس تغيير بحياة معينة عند هالاشخاص يعني انا ما عاشت الحرب وبقول انه كانت كتير كتير كبيرة فكرة انه نحنا نكون عم نعيش كل هيدول القصص بذات الوقت لانه عم نعيش انه نحنا كمان كنا على الصعيد الفردة بعيالنا نحنا كمان اليوم كنا منطالين بكل الازمات اللي كانت موجودة ويمكن انا ما كانت موجودة تحت بوقت ما صار الانفجار بس كانت بتكون بعد اصعب لو كانت موجودة تحت وهالقد كان صعب التدخل وحسينا انه كان كتير كبير خصوصا انه ما كان فيه تخطيط ابدا لكيف كان عم بيصير التدخل ولا كان فيه تشبيك ما كان فيه حدا عم بيجر بينسق يعني يمكن فيه كان لجان لإدارة الكوارث او يمكن فيه خطط من وضع بس ما بينت ما ظهرت يعني ما كانت واضحة على الارض فهيدا كمان صعب الزيادة فكيف اذا انت كنت عايشة من قبل حروب وقطع على ازمات وبعد رجعت من بعد ما فكرنا انه لأ احنا وصلنا لوقت ما لازم بقى نعيش ارجعنا عشناها كمان بوتيرة كتير كبيرة وتعشي بالسيناريو بيشبه القبل يعني عادة ان البلدان تتعلم يمكن تطلع ادارة كوارث من ورا الكوارث ورا تسأل حالك انه انت يعني هذا بلد مش قاطع عليه كارثة واثنين وثلاثة كذا كارثة بتجب تلاقي حالك بس تتيري عن ميدان كلنا بنشعر حالنا كأنه كل واحد لحاله كأنه الكارثة هو مسؤول عن ادارة الشقف اللي هو فيها كما لو انه ما في اش اخدناها من الدروس اللي اتعلمناها تجعلنا اكيد كل صدمة وكل كارثة من كارثة انفجار بيروت اكيد الى وقعة بس انه بتصير تقولي انه انا ما في امور دولتي او مجتمعي حضنة بطريقة مختلفة او تعلم منا تايرجع يعطيني ايها تكون اسهل لقالي غير الشابتين اللي بدي احملها من اعبائي يعني المصيبة بحد ذاتها حتى اذا مش على صعيد دوليا على صعيد مؤسسات على صعيد منظمات ومجمعيات يعني ما كان فيها اذا بدنا نقول التشبيك اللي كان لازم ومفترة دي يكون من المنطلق الانسانة انه كلنا نجي ونجرب عن جد انه نشتغل سوى لحتى نكون عم نستجيب بطريقة مزدودة صح صح للأسف يعني شو بيقولوا شاطرين كتير بالتدخل نحنا بس انا في شي بيتعلموه بالكتب اسمه الوقاية يعني نحن الوقاية عنا ايها دايما ما كانو محزوفة يعني ما عطول لازم توقع الكارثة وبعدين كلنا منحط قوتنا لان ندخل بس ما كيف فينا نعمل تما توقع وكيف فينا نتجنب بس توقع المسير هيك الأهم انه نكون تعلمنا هلا انه من التجربة يلي صارت انه نكون متجهزين اكتر نحنا على الصعيد المهنة وعم نحكي عن المتخصصين وكمان على صعيد الدولة لانه ما بعرف قدي توسق او انكتب او عن جد ما عم بحكي بس من منطلق على المستوى العمل الاجتماعي بيظل التدخل بأثناء الكوارث بس عم بحكي من مختلف اذا بدنا نقول المجالات كيف عن جد توسق الشي اللي صار اللي نتعلم منه بنقصنا كتير توسيق يعني هيدا اذا سألت بشي ما تحتين يا بارك اولجين عليا انه نحنا كتير كاشخاص نشغل بالميدان يعني نحنا كبير ما تطلع مثل قلت شو عملت بخبرة اللي قبل كيف خلصت كيف شبكت مين كان فعال مين ما كان فعال مين هي الجهل بنقصنا التوسيق جدا 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 يعني ما بنكتب نحنا عطول بالشو بيقوله بالتدخل بالتدخل بس لازم اكيد مثل ما عم نتدخل اللي يكون عم ينعطانا وقت لنقدر نقعد نفكر باللي عملناه ونكتبه ونطلع منه دروس مستخلصة ونرجع حتى نعلمها بجامعاتنا ونعلمها مع طلابنا ما هي عم تتكرر ما بلدان العالم امرار تجلت حط شو بيقوله فريق ميداني ليتعلم بوقت الكارثة من للأسف يعني من خبرة لبنان وبيخدها وبيروح بكرجمها ببلدان برا نحنا بنعيش الكارثة وما بنتعلم ونحنا دورنا كمان يعني هيدا يمكن اغلب الاختصاصيين بالعمل الاجتماعي بيجهلوا او بيعتبروا انه منه من دورنا بس نحنا دورنا كمان نوسق الخبرة اللي نحنا عشناها على الارض بطريقة علمية يعني مش دور اشخاص تاني تجي تكتب عنا او انه نعتبر انه هيدا الشي هو بعيد عنا او انه ما عنا دور فيه يعني نحنا مزبوط من الدخل وعلى الارض بس اذا نحنا كمان ما وسقنا مش بس نطرنا اشخاص تجي تعمل ابحاث يمكن او انه تكون عم تكتب هي عنها فكمان ما رح نكون عم نتعلم يعني لابعالين شو هو اكبر تناؤد اخلاقي وزهتي وكيف تغلبت عليه هيا كانت يعني اكتر يمكن طالبة عم بتنقت تتخصص بالاختصاص العمل الاجتماعي وفي ذات الوقت كانت معرضة لعنف جنس بالبيت عندها يعني وكانت هي نقية الاختصاص تحتى يكون متل نوع من علاج لقلها تتقدر ترجع تتعايش مع الوضع اللي عندها وانا كمسؤولة عنها بهالبركور تبعها كنت كتير عندي يعني ما كنت اقشع انه اليوم اذا هدى 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 الميه الضالي بمرتاح مع وضعه مع هو يعني عالج اموره العائلية مالح يقدر يطلع لبرة ويقدر يواجه المجتمع وكانت كتير هي مصرة يعني حتى جنبت يعني خلال كل السنة انه تضل تقول انه عاشت هيدا التناقض انه بين اني اقدر احكم يعني كطالبة عندها نتايج معينة وكانسانة عندها مسيرة كمان هي بدت يعني تتعالج فيها قبل ما تروح تواجه المجتمع وبالاخر تريت انه حتى قدم استحققاته لو هيدا الشي يمكن زعله انه ما فيك تكمله بهذا الاختصاص لانه هيدا فيه تضارب بين الاخير الا اذا انت فعلا انتبعت جلسيات ويعني يمكن لمدة فترة طويلة يعني جربت تفسري للفرق بين العلاج اللي هي والبروست اللي لازم هي تكون عم تقطع فيه وبين المهنة بحد زيتها ودورة هي بعدين اللي ممكن تكون عم تقطع انا المهنة مش هي العلاج بس انا بلاقي انه ما بيمنع اذا كانوا اشخاص هنا عايشين شي على الصعيد الفرد اذا اشتغلوا على حالهم انه يقدروا بعدين يشتغلوا كاختصاصيين بالعمل الاجتماعي انا بنهيه ما حدا مننا ما قطع يمكن بظروف او بخبرات او قطع بصدمات قبل بس انه اكيد ضروري كتير انه يكون حدا عم يشتغل على حاله ويستثمر بحاله ويرجع يعيد النظر بكل المواقف طبعه المعتقدات طبعه الخبرات اللي قطع فيها يمكن اذا في صدمات مطلع منا كمان يكون عم يتعافها منا قبل ما يكون هو عم يشتغل على الارض لانه هالشي كتير حيأثر على نوعية التدخل طبعه على حتى الطريقة يلي هو عم بيعم يشتغل فيها مع المستفيدين وممكن هالشي كمان يؤذي له قبل ما يكون عم ينزل يعني بالنهاية حتى لو امرار بتكوني بالإطار التعليم والتدريب اول شخص نحن نقوله يمكن للطلاب بالإطار الأكاديمي اول شخص يهمنا مصلحته هو الطالب قبل ما بقلش فاكر كيف الطالب بدي يعطي لآخر بدي اتأكد انه وحيم حاله فالطلاب هنه صورة مصغرة عن المجتمع و اكتر و اكتر عم نواجه انه في كتير طلاب عم بيجوا على الاختصاص طيق عن جد يكون عم بده يتخطوا مشاكل هنه عيشينا بحياته و هيك فبس الشغل عليهم ضروري قبل ما كنا عم نقول قبل ما هني نتلعوا يواجهوا اشياء الاصعب اهمشي يحبوا حالهم ينطبوا لحالهم يعني وهذا بيخلق لك دلام انه انت بديك تعيش يصير عبا انا اكاديمية ولا انا اليوم دوري لا اكتر كمان عندي هالبعض اللي معهم يعني المشورة الدعم التوجيه لحتى ما يكون ماشي بهالفاركور اللي صعب عليه لحبكم انا برجع بقول انه مسيلتي بعدها كتير صغيرة يعني بس برضو بحس انه بكتير مطارح وجهت اذا بنا نقول تناقض اخلاقي مثلا وقت يلي كانت عم بتدخل بمخيمات بلبنان لحتى تكون عم حد من العنف ضد الاطفال ضد الاطفال وضد النساء بقضية زواج مبكر بمخيم ما بيقدر كتير الدولة تكون عم تدخل فيه او تقدر هي تفوت لحتى تكون عم بتأمن حماية عم نحكي قانونية او حتى قضائية لقاثرين وقاثرات عشت كتير تناقض اخلاقي انه انا اليوم اوكي عم بقدر ساعد هيدا الطفلة يلي هي تحت خطر الزواج المبكر على المستوى النفسي يمكن او الاجتماعي بس انا اليوم بالموارد يلي موجودة او بالظروف يلي موجودة بالبلد من قادرة امن لحماية حتى قضائية فحسيت بالاخر انه بمحل انه كيف لازم اتصرف انه او هيدا الشي كافة او منه كافة شو ممكن ينعمل بعد فبمحل اكيد منرجع منستشير بعد نحنا كفاريق عمل منجرب انه نكون عم نشوف مين فيه منظمات او جمعيات ممكن تقدم خدمات تقدر كمانا اذا بدنا نقول تصب يعني جهود اكتر لحتى نحمي هيدا الطفلة وغير اطفال يمكن من هيدا الاشكالية بس بمحل عن جد اليوم يعني الوضع اوقات بيكون كتير صعب ببعض اذا بدنا نقول البيئات المجتمعية المغلقة كتير او يلي في عندها اذا بدنا نقول بعض الانجل السياسية يلي عن جد بتمنعنا يمكن ان منمارس عملنا بشكل كامل ومتكامل ونكون عن جد عم نقدم الخدمة بالطريقة هي اللي لازمة وبيعتبر انه التناقض الاخلاقي هو عن جد كتير ضروري بالنسبة لأي اختصاص بالعمل الاجتماعي يعني مش معقول حدا يكون ولا مرة بحياته قطع بتناقض اخلاقي وإلا ما بيعرف عن جد يخذ القرارات الصح اذا ما سأل حاله انه اللي انا عم بعمله هو صح شو لازم اعمل المستفيد شو الافضل لقيله كيف لازم كون انا عم بترك له مسيحة هو كمان يقرر عن حاله وين بيقف دوري انا وين هو عليه المسئولية فبمحل بلاقيه انه هي الارم يعني ايجابة اذا كان كل عام الاجتماع عم بيعيش هيدا التناقض بمحل انه حيساعده انه عن جد يكون عم بيعيد النظر بالمارسات صح طبعوا بوافقك ان شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة له هلأ ما تنسوا سبسكريب لايك يوتيوب شانل اسورد البي دبايروت بانيان بودكاست من تابع سواء كيف تصفل علاقة بين العاميين الاجتماعيين والدولة اللبنين هذا سؤال كثير كبير شو اللي كبير فيه العامل أو الدولة الاثنان بالنسبة لقالي العلاقة هلأ اليوم بالواقع اللي نحنا فيه ما بعرف قصفه صراحة يعني تصعب اذا بدك لقي الكلمات اللي ممكن قصف فيه علاقة العام الاجتماعي بالدولة مع انه بلاقيه انه هي كتير اساسية واليوم لازم تكون علاقة تكاملية يعني نحنا بالنهاية العمل طبعنا هو لحتى نكون عم نخدم الانسان لحتى نكون نحنا عم نتدخل بمجالات كتير وعلى مستويات كتير لحتى نكون عم نحق عدالة اجتماعية لحتى نكون عم نعزز السياسات اللي موجودة لحتى نكون عم نساعد الاشخاص يكونوا مندمجين اجتماعيا يكونوا عم يحصلوا على حقوقهم يكونوا عم يتلبوا كل حاجاتهم فانا اليوم كمساعدة اجتماعية عم بشتغل على هيدا الشي من خلال منظمات يمكن محلية منظمات دولية يمكن من خلال جمعيات او باي مؤسسة انا موجودة فيها بس منحس انه نحنا ما بعرف مش عم نمشي اذا بدنا نقول او بختم توازي مع الشغل اللي عم تعمل الدولة ما بنكر انه اكيد اليوم في اختصاصيين بالعمل الاجتماعي موجودين بوزارات موجودين ببرامج وطنية يمكن اشتغلوا من زمان لا هلأ وعددهم منه قليل عددهم كتير كبير بس بالنسبة لقالي انه مفقود هيدا الدور ومنه واضح كتير على الارض يعني وقتين اللي نحنا بنجي بنشوف كمان انه في عنا مراكز خدمات انمائية ما فيها اختصاصيين بالعمل الاجتماعي قادرين يعملوا ادارات حالات قادرين يكونوا عم يتدخلوا فهون بسأل حالة انه كيف نحنا عم نشتغل اذا نحنا عم نشتغل على مستوى والدولة ما عم يعني ما عم نتلاقى نحنا وياها يعني هي كمان ما عم بتقدم الدور اللي لازم تكون عم بتقدمه وتكون عن جد عم بتعزز دور العمل الاجتماعي تا يقدر هو كمان يخدم الامسان لانه بالنهاية كل الوزارات والدولة دورة كله حتى كمان تكون عم تشتغل على ذات الاهداف اللي نحنا بنشتغل عليها فبالنسبة لقالي انا هلأ اليوم بظل الازمات اللي عم نقطع فيها ما عحكي من قبل عم بحكي بس من هلأ من 2019 ل هلأ ما لقيت برنامج وطني واضح كان عم يشتغل عن جد لحتى وظاهر وواضح على الارض عم نحكي بيفرج اليوم عن جد على المستوى العمل الاجتماعي شغل جد لحتى نقدر عن جد نطلع من الازمة يمكن فيه خطة وطنيا وضعت يمكن اليوم عم بيصير فيه تشبيك بس انه انا بالنسبة لقالي على واقع الارض كشخص عم يشتغل كل يوم بمراكز الشؤون الاجتماعية ما عم بقدر اقشع انه نحنا اليوم عززنا او اذا بدنا نقول دعمنا هيدا المراكز لحتى تقدر تخدم بالمناطق على الارض بشكل عن جد يكون مأشوع وعم نقدر نلمسه انه انا كمان اما خبرتي مع الدهولي يعني اليوم بعتبر مثل البيت اللي البيت شبه مش موجود او اذا موجود يا سكران يا تعبان يا مريض يعني ما بيقدر يكون هو الصورة للتحمين او المرجع اللي انا بقدر استند عليه كلمة انا كم بحكي كاله سوشال ويركر بقلب جمعية بقلب حتى يعني كنت حتى لو كنت طيبة على شيء طيبة على الدولة ما بحث انه اليوم بعد اليوم ما بحث ان الدولة هي القيطاء الحاني وهيدا دورة الدولة الدولة هي دورة وضع قوانين رسم سياسية الاشراف على تنفيذها لا اذا بدك تقولي لي هيدا الدور شبه معدوم بكل القطاعات ما بعارش يمكن موجود يمكن فيه جهود هو موجود بس انا شخصيا على الصعيد الشخصي بالمحطات اللي اشتغلت فيها ولا مرة حسيت انه الدولة انه خلاص هيدا الاب السهران اللي بيعرف مصلحته الاشخاص اللي هو مؤتمن على انه يكون يعني دايما بحطة بخانة التشكيك للأسف اكتر ما هو اللي هيدا يعني دايما اول تطلع لانه اه شو رح يطلع اه شو رح ينعمل اه كمين لحيتابع اه مين لحيتابع اه اولكم لح تكون مجرد من المحاصصة ومن الكل شي فيه وشو بيقولوا رشوات وكل شي فيه اولكم لحيت تسلك مسلك سليم يعني هل هل سئة من بنت من 30 سنة لليوم انا انا ما اقدرت بنيتها ما بعرف اذا انا قلت عنه بس نحن بوقت اقل مقدرنا كمان نبنيه هلا انا بسمع كثير عن مثلا اختصاصيين بالعمل الاجتماعي انه تطوروا برامج ووضعوا خطط شاركوا بوضع سياسات انه من خلال وزارة الشؤون او غير وزارات وانه بيحكوا عن قصص مثلا النجحات اللي حققوها وانه قديت شاركوا عن جد بيمكن كتابة وانين وغيرها بس بالنسبة للي انه ما ظهروا يعني ما ظهروا لقلنا بطريقة واضحة مش الراعي يعني مساعد بس مخفى يعني دوره منه كتير معزز او واضح مع انه بعتبر انه على الارض لازم يكون موجود مش بس كمانا بقلب الوزارات كيف يمكن لتجربة العاملين الاجتماعيين القدامى انه تلتقي مع وجوهات نظر جديدة انه عطول بتصور التشارك والتبادو اللي كتير مهم بين جيلين واكتر يعني مع انه في محطات مثل ما كنا عم نقول ممكن هي امرار بترجع بتاريخ لبنان عم بتكارير ذاتها بس بتلاقي التلاقي بين الاشجيل كتير ضروري لانه العمل الاجتماعي عطول يكون عم نبسق من كتير الموجودة الكونتكست الموجودة المعطيات الموجودة فكل ما نحنا قدرنا مرقنا اشي عشناها للجيل الجديد وكل ما نحنا كمان كان عنا هيك اصغاء دائم لألون ولأفكارهم كل ما بيكونش غنى يعني هذا ما لازم يقف في التواصل خاصة الاشخاص ياللي بعدهم على الارض او ازا بطلوا على الارض اكيد عندهم كتير اشي يقلوها اكيد عندهم اشي كتير يخبروها لانه بعدوا عن اللي هيدا صاروا يقدر شوكوا المشهد بطريقة وشكل شيء فمن الضروري يكونش يعني لقاءات ديمة متكاملة هيدا بيعطي غنى للمهنة والتدخل ولا كل شيء انا بوافق وبلاقيه بالطويز يعني نحنا نتعلم منكن انتو كاشخاص عندكن خبرة كتير كبيرة وعشتو كمان على الارض يمكن حقبات او كتير ازامات او تدخلات نحنا اليوم يمكن بعدنا خبراتنا كتير صغيرة نسبة للخبرة يلي انتو عشتوها وبوافق انه لازم عند جد تتوسق وانه يكون فيه دايما هالحوارات او انه دايما يكون فيه يمكن مرافقة او متابعة دايما عم تنعمل يمكن اجتماعات يمكن ما بعرف يعني اي نشاط ممكن يجمع بين الاشخاص يلي هن اليوم عم يتخرجوا جديد والاشخاص يلي هن تخرجوا يمكن من مش بس عشر سنين لورا اكتر كمان عيشوا يمكن هن واسسوا لعمل الاجتماع بلبنان وبالمقابل نحنا كمان ممكن انه يمكن واقع الارض يلي نحنا اليوم عم نعيشه او التدخل والمقاربات يلي اليوم بلشت تختلف يمكن عن المقاربات اللي كانت قبل كمان نحنا يمكن نكون عم انه نتنقش سوى كيف تغير هيدا الوضع ونتعلم تنيناتنا من بعض يعني نحنا كمان نكون يمكن عم نتعلم يمكن ونكون عم نحسن بس اكيد انه كتير مهم انه ما نلغي ونعتبر مثل كأنه نحنا هلا عم نبلش من جديد او بس الاسس يلي هي عم تنطرح لقلنا اليوم هي الوحيدة يلي هي فعالة لا يمكن فيه خبورات قبل كتيرة فينا نكون عم نتعلم منه او نجحات كتير قطعت قبل اكيد فيه اكيد فيه كتير وللأسف مثل ما قلنا ما عم بتكون يعني احنا امرار بس نستضيف حدا عم بحكي بإطار الكلية او حتى بالعمل الاجتماعي الميداني حدا عنده خبرة قديمة بتحس انه في محطات كتير مقرأ فيها وبيعرفها وبيعرف شو لازم يقلنا وبيسهل علينا الطريق كتير وحرام يعني هدول الخبورات يروحوا ميت يبقوا بش محال يعني لتكون هن كتاب بحد ذاته لو حد بتعلم منه يعني اهم بكتير من الكتب لما تعمل يعني امرار عم ندرس قشة نظرية من حيث انو نحنا للأسف بلبنان مسبقين حتى يعني احنا قدين حط نظريات جديدة وحط نطلع من الارض النظريات ونعلم غيرنا بس ما فينا ننكر كمان انو اليوم في كتير قصص اختلفت يعني ممارسات مقاربات يمكن اساليب بالتدخل يمكن حتى كمان ما بعرف ببعض يمكن فيه مفاهيم خاطئة كانت قابل ببعض الاشكاليات يعني اليوم في كتير قصص تغيرت في كتير علم نعطى فما فينا كمان نكون يعني انو كاشخاص يمكن قبل عيشوا تجارب او يمكن هنا مارسوا العمل الاجتماعي لو لا فترة كتير كبيرة انو نكون نحنا بس عم نرتكز عليهم لحتى نكون نحنا اليوم عم ندخل يعني اليوم شفنا بكتير اشكاليات في كتير قصص كنا ندخل فيها على اساس معين اليوم صرنا بنتدخل فيها بطريقة مختلفة كليا في كتير مفاهيم خاطئة يمكن في كتير قصص كنا نعتبرها قبل امراض اليوم بطلت امراض يمكن في قصص كنا نعمل فيها اعادة تأهيل بطريقة معين اليوم نعملها بطريقة مختلفة فإنه كتير مهم كمان أنه نجرب أنه نتناقش أو يمكن نجرب كل الوقت أنه عن جد نقرب من بعض أكتر لحتى نكون عم نقل أفضل لحتى نكون عم نعتمده لبعدين صحيح كيف لازم الناس يتعاملوا مع أطفال الشوارع؟ الدولة خليت تعطينا الدولة إرشدت ونحن منلحقها يعني هيدا اليوم منه رأي يعني هي لأنه كذا معضلة يفيتين بقلبها منه سياسية منه اجتماعية منه اقتصادية فبتصور كل واحد بتصرف حسب هيك سوريا غريستو الإنسانية في ناس تعطي في ناس لأ خليون بتصور هيدا سياسات الدولة لازم ترسمع وتحطى والشعب ساعدتا بس أنه اليوم ما فينا نلغي أنه هنا موجودين بالشارع وعم يتزيد كتير عددهم فأنه أنا بالنسبة لألة أنه الناس اليوم كل يوم عم بيصاطفون وعم يصطفون أكتر وأكتر صاروا على الطرقات عم يشتغلوا يبيعوا قصص يعني اليوم عم نشوف أنه العدد كتير عم يتزيد ومنه بس مكتسر على جنسيات معينة أو على مناطق معينة يعني صرنا اليوم عم نلاقي أنه في كتير أشخاص هي بالشارع خصوصا الأطفال وينما كان فأنا دايما كنت قابل أسألها لأنه شو الأفضل طريقة الواحد يكون عن جد يمكن عم يتصرف فيها أو شو ممكن يكون موقف الأشخاص وكنت شوف كتير أشخاص يمكن أنه أول شغل اللي بيعملوها بيجربوا أنه يتفادوا أنه يكونوا عم يتواصلوا معهم أو يحكوا معهم أو يمكن بالعكس بيكونوا عم يعطون مصاري لحتى يشجعوا يمكن الأشخاص اللي هي عم بتشغلهم أو يساهموا إذا بدنا نقول بعملية الاستغلال كلها يلي عم بتصير فإنه هيدا الشيء يمكن بيخلق كمان مثل تضارب بالأخلاقيات طبع المهنة بسياء الشيء اللي كنا عم نحكيه قبل بس بالنسبة لإليه يمكن أنه انطلاعا من مبدأ أنه نحنا ما لازم نكون عم يعني إذا بدنا نقول نحط الولد أكتر بخطر أو الطفل أكتر بخطر أو نكون نحنا عم نساهم بالخطر يلي هو أصلا موجود فيه أنه بالنسبة لإليه أنه أفضل أفضل طريقة هو أنه نجرب كل واحد على الصعيد الفردة أنه أنا أحط محالي كشخص مواطن مش كعاملة اجتماعية أنه نكون عم قد ما فينا نجرب نحد من المخاطر بس أكيد نكون عم نحمي حالنا بذات الوقت يعني ما رح ننزل نحنا نكون عم ندعي أنه رح نقدر نشيلهم عن الطريق أو رح نقدر أنه نكون عم نحسلهم ظروفهم بس يمكن بالطريقة يلي نحنا بنكون عم نعملهم فيها أو الموقف طبعنا تيجي هون أنه نكون قد ما فينا إنسانيين بس ما نساهم بالاستغلال يعني يمكن أنه ببسمة يمكن بكلمة حلوة يمكن نسألهم كيفهم يمكن يعني بحيالة اليوم خطوة ممكن نعملها أو بسمة ممكن نزرعها ممكن أنه عن جد نحنا نكون يمكن عم نساعدهم أو نحسسهم أنه اللي عم بعيشون منه هاين بس مش من منطلق شفاق يعني من منطلق إنساني وبذات الوقت نقدر يمكن يعني نقدم لهم أي مساعدة عينية ممكن هي تكون مفيدة لقيلهم يعني تياب أو أكل بس كمان نتأكد من سلامته لهيدا الأكل يلي عم نعطيه مش نكون عم نعطيهن قصص كمان ممكن تأذيلهم صحتهم فبتخوف من فكرة إذا منعطي أكل أو لأ بسأل حالي كمان هيدا السؤال بس أنه بعتبر أنه لازم الناس أنه تتعاطف إذا بدنا نقول مع الأطفال يلي هن بالشارع وتكون عم تمتبه على سلامتها وبذات الوقت تكون عم تحترمون مش كمان تعتبر أنه هن أشخاص منهم موجودين هي وقاطعة لأنه هن اليوم ضحايا ضحايا مش بإرادتهم هن موجودين بالشارع صحيح ما بعرف شو رأيك بالموضوع برجع بقول لي ممكن إذا سؤلك اقتصاصية بالعمل الاجتماعي جوابي بيكون شيء وكما مواطنة عادية أكبر كثير الغريزة بتدفع للإنسان يصير يعمل أشياء اليوم هادي قرارات بتتخذ على صعيد سياسات عامة ساهم كيف شو الكوندويت أتونير حتى الناس تسألنا من بعض ما بعض بعض بعيشوا هيدا الصراع إذا أعطيت بشجع إذا ما أعطيت بكون أملت حالي ما أشعت فدور الدولة والمنظمات اللي عم تشتغل يعني يطلع عن جد هكي مسودة واضحة لقدوا الأشخاص يعرفوا يكون فيت أتونير لأنه فيها صراع بتصور كمانا عند الكالفة هلأ بعرف أنا فيه جمعيات وفيه منظمات وفيه حتى كمانا مجموعات اليوم عم تشتغل على أنه تكون عم بتشوف شو الممارسات الفضلة مع أطفال الشوارع بس هي أشكالية كتير كبيرة ومثل ما قلت أنه هي منع بس على الناس أو على الاختصاصيين الاجتماعيين أو على حتى الجمعيات أو المنظمات اللي موجودة هي مسؤولية كبيرة كتير الدولة لازم تكون كمانا عم تشوف كيف لازم تكون عم تدخل صحيح حكي لنا عن حادثة كان عليك ضمان معامل عادل المستفيد على رغم التحديات اللي فرضت عليك السقافات المحلية هلأ في كتير يمكن حالات أو أشخاص عم بعيشوا واقع معين نحن اليوم نحس أنه عن جد لازم نكون كتير عادلين ونتحدى إذا بدنا نقول بالتدخل طبعنا المجتمع كله والثقافة طبعه أو يمكن المعتقدات اللي هي سائدة من مبدأ إنساني فأنا بالنسبة لقلي أنه يمكن أكتر شي هلأ بظل النزوح يمكن بيطلع دايماً هيدا الحكم أنه أنتوا بتشجعوا هول الأشخاص يمكن يبقوا في لبنان أو أنتوا بتكونوا عم تدخلوا معهم لحتى تكونوا عم تساعدون لحتى يصيروا أكتر مرتاحين بالمجتمع المحلي أنا بالنسبة لقلي أنه إيه هيدا دورنا يعني هن بالنهاية من المنطلق الإنساني عم بحكي هن عاشوا يعني عاشوا نزوح وهيدا منا كلمة صغيرة يعني هن طروا أنه يكونوا عم يتنقلوا من بلد على بلد آخر طالبين الحماية طالبين أنه هن ظروف يمكن تضمن لن أنه يقدروا يناموا تحت سقف يقدروا يكلوا يقدروا يحموا أطفالهم من استغلال من عنف من قتل من كتير ظروف كبيرة فأنا بالنسبة لقلي نحنا اليوم كعملين اجتماعيين من منطلق إنساني ولحتى نكون عن جد نحنا عم يعني عم نتوفق مع كل الاتفاقيات الدولية وكل المبادئ تبع حقوق الإنسان نحنا لازم نكون عم نشتغل مع أي شخص بغض النظر عن الجنسية طبعه أو عن الدين طبعه أو شو ما كانت الظروف طبعه هلا أكيد بعرف إنه بالنسبة لمسألة النزوح في كتير إذا بدنا نقول يعني أنجو بفوتوا إذا نحنا ماضين على اتفاقيات معينة إذا نحنا منستقبل أو ما منستقبل بس بغض النظر هن اليوم موجودين هون ونحنا وجبتنا إنه نكون عم نشتغل معهم لحتى نكون عم نحميهم لحتى نكون عم نساعدهم إنه هن ينموا بشكل صحي بشكل آمن ويقدروا بعدنا ينفتح لهم فرص بعدنا بالحياة المستقبلية إن كانوا أطفال إن كانوا نساء إن كانوا أشخاص رجال إن كانوا كبار سن فبمحال أنا اليوم شغلت ورسالت إنه كون أنا عم بخضم الإنسان بغض النظر عن هو مين فبالنسبة لإلي أنه أكتر كنت تحدي بعيشه هو وقت اللي يجوه كيف أنت بديك تعملي دمج بين المجتمع اللي هو محلي يلي هو المجتمع المضيف وبين المجتمع يلي هو إجا بيظل النزوح لهن ليه بتكون تعمله اندماج ليه بنا نعمل هالمصالحة بيناتهم بس ما هن موجودين وعايشين سوى من سنين لورا ما عم نحكي عن يوم ويومين وما منعرف لأمثين الأزمة رح تضل فبمحال هيدا الشيء يمكن بيخفف الخطر يلي هن عايشين فهيدا ضول شكرا لأنكم تبعتونا اليوم على الأسورة قلبي عند بيروت بانيان بودكاست ترون بكرة كمان بنفس الموعد رح يكون عنا حلقة جديدة ما تنسوا سبسكرايب لايك وحطونا كومنت لنعرف شو رأيكم بالميني سيريز نعمق أترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة